وقبل ما نبدأ التفاصيل والكلام بقى في يعني أصل الموضوع خلينا نفهم بس في الأول التب النفسي والفكرة هنا الاستشاري النفسي لما نيجي نطبقها في مجال الرياضة ابتدت إمتى وهل كل الدول بتاخد بيها ولا لأ ولا حتكلم تحديدا على المصر ابتدت إمتى المنتخبات المختلفة مش بس كورة القدم إن هي تقتنع وتؤمن بأهمية هذا الملف تحديدا لا هي طبعا هي موجودة في العالم بقالها سنين طويلة وهي من ديوان يعني بالنسبة لمصر إحنا مؤخرا الحمد لله بقى فيه وعي كافي جدا بأهمية المعدي النفسي مع الفرق الرياضية والمنتخبات الرياضية وده ظهر أكتر في الأولمبياد وفي أكتر دورة أولمبيا دور المعدي النفسي طبعا مهم مع أي منتخب رياضي أي لعب رياضي لأن ليه دور لا يقل عن دور الأخصائي الأحمال البدنية المدرب الجهاز الفني كله لازم يكون معاه معادي نفسي من ديوان في بداية البرنامج القبول يعني ممكن رعيبة في أي رياضة أنا بتكلم ما تقبلش يعني هتكلم ما هيعمل لي صح أكيد ده بتتعرض لي بيحصل لبعض اللاعبين اللي معندهمش الوعي الثقافي بأهمية المعدي النفسي وده بيحصل فعلا وده نعكس للمجتمع ثقافة المجتمع بس ده في مصر لو بنتكلم على مصر لكن خلال اللعب ما بيقعد وبيفهم انت هتفيدني في ايه وإيه اللي ممكن يحصل وإزاي خرج الأفكار اللي جواء أو القلق أو المشاكل اللي ممكن يتفكر فيه الموضوع بقى كويس جدا طب خلينا نعلم برضو بينك يعني طبيعة الاعداد النفسي ما هي الاعداد النفسي عبارة عن ايه يعني المعيد النفسي ده بيعمل ايه وتعالى بقى نركز في كلمنا على المنتخب كمان طيب بص بالنسبة الاعداد النفسي هو فيه كذا حاجة احنا اول حاجة بنشتغل فيها انا بالنسبة لي على بند مهم قوي هو اول حاجة الشخصية شخصية كل اللعب عشان حداك تشوف في الآخر اللاعب جوه الملعب بيلعب بالشكل المزبوط ده هو ليه شخصية معينة بيخرج بيها المعيد النفسي بيساعد ان هو يشتغل مع كل شخصية مختلفة عشان يطلع الأداء المزبوط لللاعب عشان في الآخر تلاقي الفريل عمل كله شغال بنفس الشكل في الملعب كل واحد بيقوم بالدور بتاعه فالاعداد النفسي بنشتغل على جزء خاص بالشخصية لو فيه ايه حاجة لعلاقة باللاعب فيه حاجة لعلاقة بالأوفرسينك الوفرسينك ده بتتحديد من أكتر المشاكل اللي موجودة عندنا كلنا رياضي أو غرياضي والله أنا معرفة فكرش آسل يا بخدك عادي استحيل والله عظيم ما عنديش الحتة دي خالص دي ميزة فظيعة لو فيه ناس كده زي كتير على الفكرة بس أنا عارفة الوفرسينكينج عمتا ده يبقى نقمة على الإنسان ما بينيمش وممكن يعمل مشاكل كبيرة جدا بالذات اللي احنا مثلا عندي بكرة مطش مهم وطول تختار دلأسوأ دايما بيفكر وهو نايم فصاحب من انهم بيكمل تفكير صح ده أهمية المعاد النفسي ان اللاعب بيقود يحكي لك أنا بفكر في واحد اثنين ثلاثة وساعات بيحصل لي كذا وبتخيل بكرة هيصل ايه ودايما انت تخيلته زي حالك نكنت بتتكلم تبقى سلبية فالمعاد نفسي بنقول له انت تتفكر في ايه وازاي تحطه في المود نفسه بتاع المطش بجانب ان أنا بنعمل حالي اسمال منتل الترينيك سيشن ان أنا بدخله في المود نفسه يعني أنا مش باستنى يعني مش باقول له بالكلام بس يعمل ايه لا فيه تمارين بيشتغل عليها فيه محاكاة للمباراة نفسها اللي هو بيلعبها فيه تخيلات بيعملها فيه تمارين بعض التريني النفس لو هو الآن يعمل ايه جوه الملعب لو هو فيه توطر يعمل ايه فهو بيساعدك النيه بيحس ان انت بتخليه طلع كل اللي عنه يعمل ايه لو هو توطر جوه الملعب أثناء اللقاء طيب احنا دي حاجة مش بتقال بالكلام هده بيكون بروجرام كامل من بداية الاول يوم بنشتغل فيه مع اللعب اول حاجة احنا بنشتغل مع اللعب ان هو ازاي يكون عنده time management وازاي بيكون عقله منظم ومرتب في كل خطوة جوه الملعب فيه بعض التميلي النفس البسيطة ان فيه بعض اللعبين بيشتغل بيها جوه الملعب زي مثلا لو جاله ضربة جزاء ده بديتكلم على ضربة الجزاء انا قبل المباراة او قبل البطولة بفترة بكون مدرب اللعب او كل position في الملعب حارس المرمى الدفاع كل واحد على الحاجات اللي بيعملها جوه الملعب فلو حدك افتكرت جون صلاح اللي دخلنا كاس العالم قبل كده صراح كان نفسه تكلم ان هو كان عمل mental training session هو كان قبلها بيوم متخيل لو جالي ضربة جزاء انا هشوتها فين وازاي وعملها تخيل لان احنا وقت المباراة مع المباراة بالجمهور لو حط الكورة وقعد يفكر هشوتها يمين هشوتها شمال صعبة جدا على العقل لكن قبلها بيوم هو كان فيه تدريب عقلي اشتغل عليه خليه حط الكورة لو خدك جاءت الفيديو بتاعه ورحش حط الكورة كان فيه قرار فازاي بنعمل ده احنا بنكون مضربين اللعب من قبلها طبعا مش بيوم طبعا من خلال الفضة التدريبية تعمل ايه في كل حاجة عشان ما احصل لكش التوتر بيجنب ان فيه ستيبس بيمشي عليها اللعب من بداية المباراة لنهايتها هي دي الخطوات اللي بقول لحضاك عليها اللي ستيبس دي بتكون بالتعاون مع الجهاز الفني اعمل ايه لو حصل كذا اعمل ايه لو انا كسبت اعمل ايه لو انا جيبت جون اعمل ايه لو انا جيب فيه جون حتة المكسب والخصارة برضو مهمة جدا حتة اللي سكور يعني من اكتر الحاجات الحساسة جدا حتة اللي سكور ان احنا ممكن احنا نجيب اول جون اتنين سفر ففي بعض اللي عبين يهدوا خلاص احنا كسبنا او العكس احنا خسرنا واحد سفر في بعض اللي عبين يقول لك خلاص الحتة دي حتة عقلية بحتة ان انا ازاي اخلي العقل يبقى بيمنج الحتة دي وما يتأثرش من حتة الفيلينج انا من اهم الحاجات اللي بشتغ عليها الجوة الملعب عزل العواطف عزل العواطف مش عزل العواطف مجبات للغضب كتير بيتعرض لها اللاعب ما هي دي الحتة اللي انا ديما بشتغل عليها مع اللاعب لان في بعض اللاعبين ممكن يبقى عصبي فاللاعب المنافس هو عايف ان ده عصبي فهو بيحاول يستفزه فانا بكون بفهمه الشغل دوت وبكون بفهمه ان احنا نجحنا ان انا افضل ماشي على مستر سابت على شكل سابت ولو حد عصبني اعمل ايه طب لو حد عصبنا نعمل ايه دي بتحصل كتير لا بجد والله يبتكلم ده سؤال بجد يعني حتى دي تبقى معلومات للسادة المتابعين معين ازاي يعملوا كنترول على نفسهم في حالة مثلا حد تعمد ان هو يثير عصابك دي حاصل كتير اول في القدم من غير ذلك اسماء اللاعبين ومع اللاعبين معروفين ان هم عصبيين بالفعل فبيتم نرفزتهم او بيضايقهم بعض اللاعبين بالذات لو الحاكم مش واخد بالهم طبعا خلاني نتفق على حاجة اللي احنا بنشوفه في التلفزيون حاجة والملعب حاجة تانية خالص فهو بيحصل بعض يعني الطرق اللي ممكن تدايق اللاعب بشكل او اخر لو اللاعب ده احنا شغالين معاه واحنا وانا عارف ده عنه او هو عارفنا من الاناليس من الاناليس الخاصة بيه ان هو عنده الحاجة دي انا بكون شغال معاه ازاي يبقى مركز على البرفورمانس ازاي بيكون بيفوكس على الاداء ازاي لو حاجة عصابته يغل على نفسه في الاداء مش يغل على نفسه في اللاعب التاني ما يحاولش يطلع ده قدام يعني قدام في الملعب وعالكور يخلي الغضب ده او العصبية حافز ليه هو شخصيا احنا فيه كلمة دايما بقولها اعظم طريقة للانتقام هي النجاح الله صح اعرفك صح جدا بالزبط فانا بتكلم مع اللاعب وفعد اللاعبين لما بيولوا نفس الكلمة اللي حد تقولتها بيستجيب جدا لما يقضي فكر اقول له طب انت لو حد استفزك وفيه طرق بضربوا عليها لو انت عملت ايه يعني لو عملت طريقة تانية خلتك تنجح اكتر ايه اللي هيحصل ساعتها اللاعب اللي بيحاول دايك هيبعد عنك لكن في بعض اللاعبين هم معروفين ممكن بنظرة ممكن بالزبط الحاجة التانية ان انا بدايما بخلي عقل اللاعب كله واقف على او تركيزه كله على الاداء بتاعه وعلى الكورة على البوزيشن بتاعك هتعمل ايه فلما بينزل بزيادة وبنتضرب على ده بزيادة هو ما بيشوفش بقية المواكف اللي ممكن تحصل ما بيسمعش وينيجي هنا عند حتة تانية خالص اللاعب المشتت هو بيسمع ممكن يبقى سامع الجمهور بيقوله ايه ما ده الفرق بين اللاعب المميز او البروفيشنل واللاعب اللي لسه الخبر عنده بسيطة شوية ففيه لعيبة في الملعب فعلا تبقى مش سامع الجمهور وفيه لعب يقولك ده انا سامع الجمهور قال اسمي وقال لي مش عارف يعني انت فده الشخص المشتت فازاي نشتعل عليه عشان مقشفت اشتت انتباه جوه اللاعب طيب دلوقتي انت داخل على المنتخب وداخل على بطولة وعندك طبعا يعني كوليكشن يعني منتخب فيه كل الشخصيات وكل المستويات الفنية والمحترف والمحلي وغيره قبل دلوقتي اللي منقول انطلاق ان شاء الله هذه البطولة